هنا يتجمع عمال قطاع التعليم العالي بولاية الجزائر في الكثير من المرات للاحتجاج فهذا المشروع السكني الذي انطلق سنة 2006 لم تنتهي الأشغال به بعد ما جعل هؤلاء يحتجون للمطالبة بتدخل السلطات الوصية هنا العديد من أجيال الأساتذة أنا من الجيل الأول 2003 عندي القرار انتعي تعدرقانا من 2003 ونحن نستنعي في هذه السكانات التعويضية وكانت عندنا فرصة باش ناخده في 2008 سكنات أخرى لكن يعني اقترحوا علينا ننتظروا لأن الأمر مش حيطول حتى لديصمب 2010 مع الأسف الشديد ما زالنا دائما في هذا الانتظار وما فهمناش وعلاش بعض الأساتذة كان عندهم لفورمول أديال و ألبيبي وكان لازم يتنازلوا على هاد الفورمول باش يدو هاد السكن حكاية هؤلاء مع المشروع السكني المتواجد بمنطقة العاشور في العاصمة انطلقت سنة 2003 بعد أن تم تحويل مشروعهم من منطقة الدرقانا عقب انهياره بسبب الزلزال الذي ضرب العاصمة وضواحيها إلا أن معاناتهم امتدت طيلة 14 سنة بسبب التماثل في استكمال أشغال الإنجاز قدمنا عدة سياغ كل السياغ التي طالبناها رفضوها للخروج من هذه الأزمة والآن نحن الضحية بعض الأساتذة تفاو وبعض العمال منهم اللي خرجوا غدخات وكان بعض أولادهم اللي رام هنا بعد من المستفيدين مشي المستفيدين وكان دوتخ يدبخهم كاريما أرجو من الوالي الزوغ أخذ التدابير اللازمة للإصراع في إنجاز هذا المشروع نخبة من المجتمع الجزائري لم تجد من وسيلة أخرى للفت انتباه السلطات المحلية لتسليم مشروعهم الحلم سوى الاحتجاج بعضهم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يترقب العصول على السكن وأخرون لازال يرثوهم الأمل في تسليم سكناتهم الاجتماعية بعد أن بلغوا من العمر ما بلغوا في وقت تتسارع سلطات الوصية لإعادة إسكان شاغري البنايات الفوضوية لتحقيق مآرب سياسية أو هكذا يقول هؤلاء